سؤال أول يقول رجل طلق زوجته ورجعها دون أن يعلن الرجعة يعني دون أن يوري أهلها يعني طلق زوجته دون أن يخبر أهلها أو راجعة دون أن يخبر أهلها أولا يا أخوانا الرجعة صحيحة يعني الطلاق حق من حقوق الرجل والرجعة كذلك الرجعة من الطلاق أيضا في يد الزوج كما قال تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا يعني المرى مدام داخل العدة بتاعتها ما انتهت عدة تنتهي بالتلاتة حيضات ما انتهت عدة أو لو كانت حامل بتنتهي بوضع الحمل ما وضعت حملة من حق الرجل أنه يرده يرجعه طيب الرجعة يا أخوانا لها شرط الإشهار لقوله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أنت بتشهد عليها تشهد نفرين شعن بعدين تاني أنت لو الشيطان داري لعبك ماتا مش تنكر تقول ما طلقتا ذاته فواحد يبينكرو يطلق ويحدي زمن بعشيجوا وقلوا الدين القسيمة بتاعاتنا قلوا ما اطلق منوه ذاته وأنا ما طلقتا يهزوا على اليوم داك المردي ما جاتها البيت وتطلقتا قلوا لا ما طلقتا ولا يحايا المردي مرتي وقعد معي فيدخل في الحرام بتسهيل الشيطان شعن كده ربنا سبحانه وتعالى قفل الباب ده قالوا أشهدوا تشهد في الطلاق وتشهد في الرجوع طلقتا توري نفرين ما شرط يا هلا أي اتنين من الثقات كلمهم قلوا ما المردي أنا طلقتا لكم شاهدين ديل بعدين تلو نكرته ممكن يمشوا للقانون أمام القاضي يشهدوا عليك الاثنين ديل والقاضي بطلع القسيمة طوالي شعن كده ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق وفي الرجوع تشهد أما يا أخوانا لو تم الطلاق أو الرجوع من غير إشهاد الطلاق صحيح والرجوع صحيح شعن ما تمشي تقول أنا ما أشهدته بعدين بأكونوا نحنك ساي طلق جعب أقول لهم آه ما في أي طلاق وقع لا الطلاق يا أخوانا وقع مدام الزوج تلفز بالطلاق وكان في حالة ذهنية يعني ما يكون ساكران لأنه طلق الساكران ده فيه خلاف والراجح إنه ما بيقع كويس ما ساكران دول شديد وكده وليس به غضب أخرجه عن طوره مع مرات بتغضب غضب ما بتعرف نفسك أنت وين ذاته لو لك التمنب بعد مسافة حتى تنتجاوب ومكن تجاوب غضب الغضب البيخرج الإنسان عن طوره لا يدري أهو في الأرض أم في السماء العلماء قالوا ده غضب ما بيقع معه والطلاق ولا بقية الأحكام الشرعية عموما الرجع صحيحة دون شهود والطلاق يصح دون شهود لكن الإنسان يخوانا يحرص على الإشهاد في الأمرين